مع بدء اقتراب العام الدراسي الجديد في الأول من أيلول المقبل أعلنت وزارة التربية والتعليم عن خطتها الإجرائية الناظمة لعودة قرابة مليوني طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة خلال الأسبوع الأول بما يضمن الحفاظ على سلامة أركان المنظومة التعليمية والمضي قدما في خطة التعليم الوجهي المعتمدة كان عندنا الفاقد التعليمي فكانت استعداداتنا مسبقة قبل الفاقد التعليمي استعديننا للفاقد التعليمي والبدء العام الدراسي تجهيزاتنا كاملة بالحمد لله قوائمنا مجهزة وعندنا خطة للطوارئ بحيث كان دوام تناوب أو دوام كامل عملنا خطتين جميع المستلزمات الصحية وتوفير بيئة آمن للطلبة مراعاة للبرتوكول الصحي سواء للعاملين سواء الموظفين أو طالبات الخطة التي وضعت لتوضيح ألية العودة إلى التعليم الوجهي خلال الفترة الزمنية الممتدة منذ بداية شهر إيلول وحتى الثاني عشر منه تضمنت التحاق طلبة الصفوف الفردية بمدارسهم خلال اليوم الأول يتبعهم طلبة الصفوف الزوجية في اليوم الذي يليه استعدادا لتوزيع الكتب المدرسية عليهم وتدريب الطلبة على البرتوكول الصحي وتنفيذ أنشطة برنامج تكيف للدعم النفسي والاجتماعي تقسيم الطلبة إلى مجموعات في المدارس التي ستذهب إلى دوام التناوب بالأيام ليعرف كل طالب جدول دروسه في الأسبوع الذي يليه أما يوم خمسة تسعة فهو يوم الأحد إن شاء الله تعالى ستنتظم العملية التعليمية بحيث أن الطلبة في المدارس التي ستعود بكامل طاقتها الاستيعابية سيكون دوامهم بشكل يومي وفق جدول الدروس الذي تم توزيع عليهم بالأسبوع الذي سبق يوم واحد تسعة أو اثنين تسعة وفي المدارس التي سيكون دوامها بالتناوب سيكون يوم الأحد هو دوام المجموعة ألف ويوم الأثنين المجموعة با وهكذا الجديد في يوم الأحد خمسة أيلول سيكون دوام رياض الأطفال وفق خطة استقبال رياض الأطفال ثلاثة ألاف وتسعمائة وخمس وسبعون مدرسة تتوزع في مختلف محافظات المملكة جهزت بكوادر تعليمية دربت على تطبيق تعليمات دليل العودة الآمنة علاوة على استكمال صيانة المباني المدرسية وتجهيزها بالأثاث المدرسي بحيث تكون السعاء الصفية لا تتجاوز سبعة وعشرين طالبا في الشعبة الواحدة كما سيتم اعتمد نظام الدوام بالتناوب في المدارس التي تشهد اكتذاذا طلابيا ولا تحقق شرط مسافة واحد متر مربع بين الطلبة والمدارس التي تعمل بنظام الفترات الصباحية والمسائية خطة اجرائية تقودها وزارة التربية والتعليم لدوام الأسبوع الأول استعدادا لاستقبال الطلبة وجاهيا في الأول من أيلول تضمن تنفيذ الاشتراطات الصحية المعتمدة وإرشاد عناصر العملية التعليمية ككل على كيفية التعامل مع تعليمات دليل العودة الآمنة عانو الدشادات المملكة عمال